أكد سامح شكري وزيره الخارجية رئيس الاجتماع الاستثنائي الوزراء الخارجية العرب بشأن السودان ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في السودان وفي كلمته خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في السودان شدد شكري على حرص مصر على إجراء اتصالات مع الجهات السودانية والإقليمية والدولية لمساعدة السودان على الخروج من محنته الحالية جدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان وضمان الاتزام به وبما لا يقتصر هدفه على الأغراض الإنسانية وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق كما أؤكد أن دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تدعيات إقليمية يحتم على كافة الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها دولنا العربية أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية بما يكفل العودة إلى الحوار السياسي في السودان ترجمة نانسي قنقر